أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن المسيرة الوطنية في مملكة البحرين كانت دائما وأبدا ذات سجل ذهبي قائم على العدالة التي نقتبسها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكان الأمر الملكي بهذا الشأن يرتكز على هذه المثل التي توحد ولا تفرق بين أبناء الوطن الواحد ونوه جلالته بمناسبة صدور مشروع قانون الأسرة وتشكيل لجنة شرعية لمراجعة أحكامه إلى أن هذه الخطوات مهمة لتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتأتي انطلاقا من توجهنا كمسلمين ونهجنا الواحد على كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وتعزز المثل والقيم الإيجابية في مسيرتنا الواحدة دون أي انتماءات خارجية بعيدة عن مثلنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وقال جلالة الملك المفدة أن الوحدة الوطنية التي حاولت القوى الخارجية عبر العصور شق صفها واجهت الإرادة الوطنية الجامعة التي نبذت كل عوامل الخلاف عبر التفرقة المذهبية ولذلك رأينا أن نعمل بالروح الوطنية مع مراعاة الخصوصية في شعبنا في اتجاه وطني واحد يعد امتدادا لتاريخنا العريق وأشر جلالته حفظه الله إلى أننا في قيادتنا للوطن والمواطنين الكرام نحرص دائما على حمايتهم مما يسيء لهم ووقايتهم من كل الشرور وفي هذه الأيام الصعبة التي تمر بها الأمة نؤكد على ثبات الروح الوطنية التي تجمع الجميع وتخدم مصلحة الجميع دون تفرقة أو استثناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر